المسلحين حرقوا بيتنا وفعلا طلعنا على ولا شيء أول شغلة فكرت بيها أني أشتري السنارة وأشتري الخيط كثر هن النساء السوريات اللواتي حققنا نجاحات في أعمالهن وخصوصا في سنين الحربي التي فرضت أعباء غير مسبوقة أم سومر أخذت على عاتقها مسؤوليات متعدلة ونجحت في أدائها في ابتكار أساليب تعيل بيتها وأسرتها وأداء دور فاعل بالمجتمع بعد أن دمر الإرهاب منزلها يعني بعدما نحرق بيتنا اتجهنا باتجاه أنه بلشنا من الصفر كانت مساعدة ولادي ودعم جوزي بصراحة يعني أساسية بالحياة لأنه بلشوا أنه ما نوقف عند هالنقطة صارت دافع أنه كل ياتنا كأسرة أنه إحنا ما لازم نوقف الحالة المادية كانت تعبانة بسبب أنه المسلحين وهجومهم يعني وأنا مجرد موظفة فصرت أخذ من مثلا هدوم قديمة وأرجع أجددها بمعرفتي صرت الشغلات اللي بالسوق قادرة أعرف من إيش معمولة وأقلدها حتى لو بطريقتي يعني أقعد أنا وبنتي مثلا نخترع شخصيات كارتونية ونقعد نطبقها طبقها على علب الشامبوات على علب المعطر على أي شيء نقدر نعمل منه شيء أنه يصير مثل مثلا والله خلينا نعمل مقلمة خلينا نعمل استاند خلينا نعمل أي شيء شوي شوي صارت لها حضور ولها سوق يعني مع الأيام ما صفت بس حاجة صفت أنه صارت مهنة يعني صارت أشتغل أبيع وصارت مورد رزق وأنا بالأساس فنانة تشكيلية فصرت عيني تعرف الغلط من الصح حاولت ألجأ مثلا شوي مساعدات منظمات أو منظمات حكومية حد الآن ما فتح لي هالمجال بصراحة يعني أتمنى من كل النساء السوريات أنه ما يوقفون عند حد ولا يأسون ولا تقول لي لي بيتي خرب ولا تقول لي أنا وحدة من الناس اللي بيتي احترق كامل وأنا الحمد لله طلعت وما خسرت ولا واحد من ولادي ولا خسرت وجوزي رجعنا من جد وجديد عمرنا وعملنا وتعبنا ولد أمي سومر أعمال ملفتة للنظر تواكب فيها متطلبات العصري بما يعكس قدرتها على التمييز والتطور ولا تترك أي فرصة للمشاركة في المعارض بأعمال تميزة بالجودة والاتقان وتحتاج اليوم مزيدا من الدعم المادي لتوسيع نطاق مشروعها الصغير أحمد الحمدوش للإخبارية السورية الحسكة